اشتراك مع شاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في البداية على صور الغيوم لهذا اليوم بنلاحظ وجود أيضاً كميات مختلفة من الغيوم تغطي منطقة شرق البحر المتوسط والمملكة أيضاً هذه الغيوم مصاحبة للكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمخفض الجوي الذي يتمركز حول جزيرة قبرص هذه الكتلة الهوائية سيستمر تأثيرها وتأثير المخفض الجوي حتى صباح الثلاثاء وبالتالي ستبقى الفرصة مهيئة لسقود زخات متفرقة من المطر على فترات متباعدة ويتركز الهطول ويكون أكثر شدة في المناطق الشمالية من المملكة ونلاحظ أيضاً المناطق التي سيتم فيها الهطول بيكون في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وأيضاً بعض المناطق الشرقية لكن يتركز الهطول أو يكون الهطول على فترات متباعدة ويتركز في المنطق الشمالية الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة طقس بارد غائم فرصة لسقوط أمطار متفرقة أو زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة في المناطق الشمالية أيضاً فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في عمان والصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية بينما الصغرى الملموسة هي واحد درجة مئوية أي أجواء باردة بامتياز هذه الليلة أحوال جوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين أجواء باردة غالبا غائمة هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر على فترات متباعدة ويتركز معظم الهطول في المناطق الشمالية الحرارة الأضمنى المتوقعة 11 درجة مئوية بينما يوم الاثنين ليلا أجواء باردة وغائمة جزئيا وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من المطر يوم الثلاثاء صباحا أجواء باردة غائمة جزئيا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى الحرارة الأضمنى المتوقعة يوم الثلاثة 12 درجة مئوية ارتفاع قليل عن ما كانت عليه يوم الاثنين لكن يوم الثلاثة ليلا أجواء باردة والحرارة الصغرى 5 درجات مئوية يوم الأربعة استقرار على الأجواء في النهار وارتفاع على درجات الحرارة حرارة الأضمنى تكون 15-16 درجة مئوية بينما الأربعة ليلا تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا ولفترات محدودة خاصة في المناطق الشرقية من المملكة ملخص الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة استمرار تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المصاحبة له لذلك باستمر الجو بارد وأيضا تسقط أمطار على فترات متباعدة ويتركز سقوط الأمطار ويكون أكثر شدة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى ومن ثم الشرقية أعزاء المشاهدين لكم تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة